لم تكفها ملايين الدولارات التي تتكلفها خزينة الدولة شهريا للإمثاق على عناصرها بل عمدت إلى نهب موارد البلاد عبر تسجيل عشرات الآلاف من العناصر الوهميين ميليشيات الحجدة التي لم تترك منفذا من منافذ الفساد إلا ودخلت سجلت أرقاما خياسية بأعداد العناصر الفضائيين المقيدين لديها حيث كشفت اللجنة المالية النيابية أن ميليشيات الحجد كان لها النصيب الأكبر من أصلي ستمائة ألف موظف وهمي مسجلين في مؤسسات الدولة وتؤكد اللجنة المالية النيابية أن الجهات الحكومية حاولت في السنوات السابقة أن تنكر هذا الموضوع لكنها في النهاية أقرت به وكشفت عن وجود مئات الآلاف من هؤلاء الموظفين بشهادة كبار المسؤولين الماليين في العراق ملف العناصر الوهميين في المؤسسات الأمنية والميليشيوية يعود إلى عدة سنوات سابقة حيث كشفت اللجان التحقيقية بسقوط الموصل بيد داعش أن الحضور الفعلي لمنتسبي الوحدات العسكرية قبل سيطرة التنظيم على الموصل لم يزد عن 30 إلى 40% بينما يدفع نحو 60% من المنتسبين غير الملتحقين بالوحدات المنتشرة في مناطق نينوة مبالغ مالية تصل لأكثر من نصف راتبهم الشهري للضباط والأميرين وبحسب الأرقام المعلنة للموظفين الوهميين والفضائيين ومزدوجي الرواتب فإن العراق يخسر سنويا نحو أربعة مليارات دولار على هؤلاء الموظفين فإذا كان النصيب الأكبر منهم محسوبين على ميليشيات الحشد فهذا يعني بأن هذه الميليشيات تسرق من خزينة الدولة نحو ملياري دولار في أقل تقدير ومع مجيء حكومة السودان أصبح تغلغل الميليشيات في مؤسسات العراق ومفاصل اقتصاده واضحا بشكل كبير هذا عدا عن طرق كسب المال بشكل غير نظامي عن طريق تهريب النفط والمخدرات وفرض الأتوات وابتزاز أهالي المعتقلين والمغيبين قسريا